السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا باخير وعلا خير ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريق تفتح دير تاجين بالكفتة ديال السردين كي يجي لديد معلك مايتشبعش منه ان شاء الله نشارك معكم ادق التفاصيل باش تجربوه وينجح معكم ما نطولش عليكم ونبدو على بركة الله هنا كيف ما كتلاحظو معايا عندنا السردين الكيميا كتبقى عليها سب عدد افراد الاسرة حينيا غادي نشارك معاكم طريقة تنقية ديال السردين هناك كان اخدو الكميا اللي عندنا وكنديروها في الماء باش يسهل يدعو تقشار ديالو وكنحيدو هاد سردين هادى دي دابا اللي كننقى فيها ما فيهاش القشرة ولكن انتو ما غايتشوفوا معايا الطريقة تنقية ديالتو كنناخدو واحد سردينه وكنحيدو للقشرة على هاد الشكل هادا بالاصبوع ديالنا او الا بالابهام على هاد الشكل راكت تحيد بكل سهولة نحيض الراس والأحشاء دفعة واحدة نحيض السلسول اولى العمود الفقاري ديال السردين سهل حتى نكمل الكمية اللي عندنا كاملة ديال السردين بعد الكمية كاملة اللي عندنا هنا يا حيضنا داك الماللي غسلنا فيه السردين و بدنا درنا المجديد و عودنا شللنا باش ينجح معانا الطاجين ديال كفتة السردين راه ضروري خسر ديني تستقطر مزيان داك شعلش كندير لي انا هالطريقة هادي و قدم ما خليتوه اطول مدة قدم ما مزيان قدم ما نشف من الماء قدم ما غدي جيكم طاجين زوين وميجيكمش فيه الماء سوف هنا غدي نخليه تستقطر و غدي مش نحضر الشرمولة ديالتي اللي غدي ندير فيها طاجين كفتة بالنسبة للطاجين انا هنا غدي نستعمل واحد نص ديال البصلة اللي ممكن تستغنوا عليها يعني بصلاعير صغيرة و عندي هنا ماطيشة او للطماطم يعني هنا عندي واحد ماطيشة كبيرة و ماطيشة صغيرة ممكن لكن عندكم ديرو ثلاثة صغار كناخد الحكاكة هاد الحكاكة الغليطة بالنسبة لي انا يا كنبغينا يعني باش يجيني دك شرمولة جيني شوية محمدا كنخلي ديك الزريعة ديالت ماطيشة إلا كانت طبعا حمامرة إلا كانت زريعة خضراء حيدوها صافي هنا يا غدي نحكى دوك جوج ماطيشة اللي عندي علاها تشكل هدا في هاد الحكاكة هادي صافي علاها تشكل و غدي ناخد واحد ثلاثة لفصوص ديالتو مره هدي جا نقيتهم بالنسبة للسردين يعني الحوت بصيفة عامة كيبغي التوم و كيبغي الحامض و كيبغي القزبر و مع الدنس باش يجيكم بنين هنا يا حكيت دوك ثلاثة لفصوص ديالتو مفاديك الحكاكة كالرقيقة علاها تشكل كيف ما كتلاحظو معايا صافي هنا غدي نستمر في تحضير الشرمولة ديالتي اللي غدي ناخد واحد ليمونة حامضة و غدي نعصرها هكدا يا غدي نحتاج العصر ديالها إلا ما توفرش الليمون الحامض عوضوه بالخل صافي هنا يا ليمونة حامضة غدي تقدني في جميع المراحل غدي ناخد منا واحد جوج معالقة كبار هكدا علاها تشكل هادا غدي نضيفهم للشرمولة و غدي نجيب هنا يا واحد درشيشة ديالت الملح ما تكتروش لملحين ديرين الحامض و عندي هنا يا التوابل عندي نصف معلقة الكمون و نفس نصف معلقة ديال البابريكا او التحميره شوية ديال الابزار او الفلفل الاسود و الخرقوم و هنا عندي القصبر يابس و عندي سكنجبير هدو هم التوابل ديال السمك لكانت عندكم السودانية ديروها و عندي زيت الزيتون انا غندير كل شي بزيت الزيتون ما غنديش الزيت الآخر و شوية ديال القصبر و معدنوس طري قدم ما كان طري قدم ما مزيان ما ديروش من المجمد حيث غدي يطلق لنا الماء و هنا غدي نجيب واحد الآلة اللي ما يمكنش شي منزل مغربي ما فيش و هي طحنت ماطيشة و اخرها طبعا كنطحنو فاعير السردين ما عاروش علش كيسموها طحنت ماطيشة اللي غدي ندووز في هدك السردين ديالي كامل من بعد ما يكون تستقطر مزيان على هات الشكل هادا نستمر في طحين ديال السردين ديالي وهناي هادش اللي غدي بقى لكم في الاخير يعني ما تبقوش تطحنو بزاف حتى ينزليكم دكشوك و دكشي الجلدة ديالتو السوداء اخلي وعير حتى نزليكم هاكدا يديك لابيرة ديالت السردين سافي هناي غدي نديلها القصبر و مع الدنوس و غدي ندير ذاك ما تبقى عندي من الليمون الحامض و غندير نفس التوابل ديال اللي درنا في الشرمولة نفسهم غدي نديرهم مع الحوت يعني الخرقوهم والإبزار والكمون والتحميرا وسكنجبير والإبزار إلي كانت سودانية ديروها و بغيت نقول لكم في هذه الأدناء راه الطاجين حاطة على نار مهي لك يتشرمل يعني راني حاطة الطاجين فوق النار بيد موجدنا الكفتة ديالت السردين و هنا غدي ندير ثلاثة الفصوص ديالتو يعني ثلاثة درناهم في الشرمولة و ثلاثة ضروري حتى هما ديروهم في الكفتة باش تجيكم بنينا و غدي نضيف تاني شوية ديال زيت الزيتون و غدي نبقى نحرك هاكدا يو باش احنا غنديروا واحد الحاجة اللي غدي تشرب لنا السوائل او للمال اللي غدي تلقل لنا السردين وهي واحد تقريبا قيمة ديال واحد محلقة صغيرة ديالتو الروز هذا الروز هاد الي كيكون مقرشن ماشي الروز غلاسي هاد الروز هادك يكون خاص بالكفتة ديالت السردين حاكل كыпتة ديالت السردين بهذا الروز هادك كيف فكرنا في واحد الأيام في الطفولة و في واحد الأيام ليزوينا بزاف بزاف و في الواليدين اللي يرزقهم سحى والسلامة يا ربي صافي هنا ايه غدي ناخد هنا باش غدي نزين طاجين ديال تلي بالفلفلة نضيف الفلفلة الخضراتي نقطعها وعندي الفلفلة حمرتي ينقطعها شرائح صغار حين الكفتة ديال تسردين رافحة الكفتة ديال البقري والغنمية رضغية كالطيب وهنا غادي عندي واحد ليمونة حامضة تيها غادي نقطعها وهنا غادي نرجع للطاجين لكيف مقتلكم راه قبل من وجد الكفتة ديال تسردين راه كتحاطها فوق النار ها هو يعني على نار مهيه لما تكتروش عليه النار بش ميت تحرقش ليكم وهنا غادي نضيف واحد شوية ديال مركز الضماطم كتبقى اختيارية انا كتعجبني كتجيني محمضة صافينا غادي نبقى نحرك هاد المكونات مزيان تبغيتوا تضيفوا الجزر قطعوه او لخيزوا قطعوه دوائر وديروه في البداية مع ماطيشة وخليوه هي طيب تاوي كيجي الديد عير انا كتافيت عير بالشرمولة هاكدا ديالت ماطيشة وباقي المكونات صافي امرا تبخيزوا او الجزر كتجيزوينة عير هو ديرو هي طيب من البداية يعني ديرو هي طيب مع ماطيشة وهنا جبت الكفتة ديالتي لاحظوا الشكل ديالة صراحة كتجي معطرة والديدة ديرو فيها السودانية لكنتو كتبغيوا الحار صافينا غادي نبقى نشكلها كوائرات اللي يكونوا صغية ورين على هات الشكل هادا انا اكد ليكم ما تبخلوش على ديك المعالقة اللي درنا ديالة الروز راكي جيزوين بزف بزف وكي يعني كينتفادوا انه الطاجين ديالنا يطلق لنا بزف ديال الماء صافينا يا هاداك الروز غادي شرب لنا كيفما قد لكم كنأكد لكم غاي شرب لنا قع السوائل اللي كينين في الطاجين صافينا يشكلت الكوائرات ديالة التاجين هاكدا يشكلت الكوائرات ديالة السردين ودرتون في الطاجين ونا غادي نزين بذيك الفلفلة الخضرة والحمر على هات شكل هادا تزين كيبقى اختياري ممكن تديروا عير ما طيش فأديك الصلصة ديالة ما طيش اللي درناه وديروه سردين كفتة وشوية ديال الزيتون باراقي يعني هاتش كيبقى اختياري صافينا يا غادي نستفى هاتيك الفلفلة ديالي وغادي نزين به وشوية ديال القصبر ومعدنوس غادي نرشو من الفوق وشوية ديالزيت الزيتون وغادي نغطي عليه تقريباً في 31 دقيقة سوف يكون واجد سوف يأخذ الوقت بزيتون ونأكد لكم اللي يريد أن يكون في الأسفل ونأكد لكم الكبتة السردين باش نجح معكم اضعوا فوق طرز نبقى فوق طاجين سوف نشف على هذا الشكل وفي الأخير سوف تبقى لنا زيتون ونبقى لنا في الآخر سوف نبقى حسب الضوء نحن نريد أنه يصرف هذا الوقت هذا الشكل تعجبني لمجرد اننا ناخد واحد الكويرة ونجربوها نشوفو الى طابلنا ذاك الروز اللي درنا وسط السردين سوف يكون جاهز حين تلك الفترة كالطيب بسرعة لاحظوا معي هنا الشكل سوف يضقتوا بلية بأن الملحة هي هذه والحامض هو هذاك سوف يجزوين بزاف وطفيت عليه في هذه الأثناء هذه وقدمته بالصحة والراحة كنتمنى إلي عجبكم الفيديو وصلوا لأكبر عدد من اللايكات باش نعرف أن الطاجين ديالي عجبكم ما سخيتش بكم كيف ديما ونتلقوا في فيديو جديد إن شاء الله